لدي تونس مع فتما كراي السياحة في تونس وانخفاض عدد الحجوزات علاش وكيفاش الخبر اللي راجل أسبوع الفارط من أنه تونس تعرف انخفاض في رقم الحجوزات يتراوح الانخفاض هذا بين 10 و 15% واللي هم شهر جويل يلي احنا في منتصف والآن جاء خبر صادم الحقيقة لأنه كل التصريحات السابقة تبشر بموسم سياحي إيجابي وفيه انتعاشة سياحية لافتة في بلادنا وأنه انخفاض نسبة الحجوزات هذه جاء تقريبا كما السعقة هالخبر هذا اللي جاء فجئي لا يتماشى في فحواه كما قلنا مع كل التهليل اللي سمعناه من وزارة الإشراف وأهل المهنة حيث كان التأكيد منذ شهري أفريل وماي على أنه عدد الحجوزات الصيفية في تصاعد وأنه المقارنة مع السنة الفارتة والسنة اللي قبلها بيش يكون ربما فيه قفزة نوعية إلى الأمام وفجأة يأتي هذا الخبر اللي يقول أنه شهر جويل يليا يعرف سيعرف انخفاض في هو يعرف الآن انخفاض في عدد الحجوزات والحقيقة هناك ملاحظتين في هذا الصدد الملاحظة الأولى فيها استغراب استغراب من التسرع في قراءة الأرقام والعائدات وكذلك في الأمور المالية اللي متأتي من السياحة في تونس والعمل على مقارنتها مع أرقام سنوات ماضية احنا نقول اللي تسرع هذا لأنه الحكم على مؤشرات موسم حالي يجب أن يكون في نهايته وبعد أن ينقضي وتكون الحجوزات تأكدت وحدثت وأنه السياح اللي متنبئين بيهم ولا اللي حزوا هم بيدهم اللي بشي جيوا ونحن نعلم أن السياحة مرتبطة بالمناخ الدولي وبالوضع المالي العالمي اللي نرى في أنه سنة 24 ليست فيها المالية العالمية في أحسن حال بحكم المؤشرات اللي تخلفها الحروب والنزاعات ومنها ما هو في قلب أوروبا وأحنا نعرفه اللي أوروبا تعد المصدر الرئيسي للسياح القاسدين تونس والمفروض أنه يكون التأني والتحليل بعد حين الملاحظة الثانية في هذا الصدد تهم المؤشرات أيضا والأرقام والتسرع أيضا اللي تأتي مباثرة ومتفرقة وكل واحد يحاول باش يقول اللي المؤشرات هذية راهي من محسنها من إنتاجه هو ومن تدبيره هو سواء أهل المهنة أو الوزارة أو الحكومة ولا غيرها والرؤية هنا نلقاوها غايبة والاستراتيجية لأنه التحليل هذا يلزم يخضع إلى معطيات ومعطيات فيها التثبت وكذلك فيها الرؤية هنا يمكن أنه تجعل من السياحة موضوع ذو أهمية عندما نتفحص في الأرقام السابقة واللاحقة وكذلك في الرؤية اللي محضرتها الوزارة وأهل المهنة أيضا اليوم نجد أن الجهات الرسمية التي تعنى بالسياحة تبشر بنقلة نوعية في السياحة كقطاع ثالث ومهم للاستثمار وكذلك للاقتصاد التونسي سكتور تيرسيار وأهل المهنة يقولوا راهوا الحجوزات في انخفاض معرف ناش كيفاش ما فماش تنسيق هذه راه اسمها سياسة واجهة بوليتيك دو فساد ما فيهاش التعمق في الرقم وفي المعلومة وفي الحجوزات راهوا مش هكا يدار قطاع حساس مثل السياحة راهوا هذه سياسة الدولة ضروري التأني والتقصي والبحث ثم الاستنتاج اليوم في تونس قطاع السياحة من حبوهش يكون بوصلة في يد عدم الاستقرار ولا الذين يريدون عدم الاستقرار للبلاد وإلا اللوبيات العابرة للقارات ونحن نعرف اللي هي داخلة في محرار وكذلك في بوصلة السياحة التونسية اللوبيات العابرة للقارات كيما تثير الحرب وتؤسس للحرب كذلك عندها وسائل أخرى لمحاربة بلدان مستقرة تحاول أن تجد الخلاص في هذا القطاع قطاع السياح ولهذا ضروري أن تكون للدولة رؤية واستراتيجية تكون مؤسسة على أرقام وكذلك على بحوث علمية وكذلك على تقصي لبعض الأسواق وكذلك لبعض البلدان اللي تبع فينا السياح شكرا